في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعا عكست الدبلوماسية البحرينية سياسة الخارجية لمملكة البحرين القائمة على الاعتدال والاتزان الساعية إلى بناء العلاقات وتبادل المصالح مع مختلف دول العالم هذه السياسة الفذة من قبل عهل البلاد المعظم حققت المكانة الرفيعة لمملكة البحرين على المستوى العالمي وأكسبتها سمعة طيبة قائمة على إشاعة السلام والويام بين شعوب العالم أهد زاهر تعيشه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وخصوصا في المجال الدبلوماسي هذا المجال الذي جال العالم باسم مملكة البحرين وحقق الإنجازات الكبيرة وأكس الصورة الحضارية المشرفة لمملكة البحرين عبر القرات حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم الرابع عشر من يناير من كل عام ليكون يوم الدبلوماسية البحرينية تقديرا لعطاءات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الدبلوماسية البحرينية حققت نجاحة على المستويين الإقليمي والدولي بدعم من قبل عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي وضع رؤية تحقق النجاح في الحاضر وتبهر العالم في المستقبل من خلال مشروع جلالته حفظه الله ورعاه التنموي الشامل الثابت والمؤكد على سيادة واستقلال ووحدة أراضي مملكة البحرين وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بالخارج والدفاع عنها وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول والهيئات العربية والدولية ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية كما أن الاستثمار في العنصر البشري البحريني كان من أولويات النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حيث تم تأهيل الكوادر الدبلوماسية بأعلى القدرات والمهارات اللازمة في العمل الدبلوماسي وفق منهج علمي ومهني مميز مكن مملكة البحرين من تشكيل نموذج ونهج دبلوماسي رصين عزز السلم والأمن الإقليمي والدولي هذا وعززت مملكة البحرين ما كانها في المجال الدبلوماسي عبر السير على رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة المتمثلة في إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الحماية الشاملة للبيئة مواصلة عملها في شتى الميادين بهدف تفعيل مختلف أطور التعاون البناء مع كفة دول العالم حكمة ورؤية حضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أخذت مملكة البحرين إلى أفوق أرحب تمكنت من خلالها من استدامة منجزاتها الإصلاحية ومكتسباتها التنموية وريادتها الحضارية والإنسانية لتسير في درب تحقيق النجاحات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر